نروح للبالون دور نهاردة يعني ايه كلام كتير جدا على الجايزة خصوصا في السنوات الأخيرة خدوا بالكم أنا يمكن يعني غطيت موضوع المهرجانات والجوايز ده طبعا بيبقى فيه بروباجاندا كبيرة جدا وليها مردود مدي ومعناوي وادبي على حامل اللقب يعني لو افترضت بأنه صلاح النهاردة وفق في أنه ياخد جايزة البالون دور هتبقى واحدة من أهم إنجازاته اللي بيحققها على مدار راجل حقق شامبيونز ليج وحقق بريمير ليج واخد لقب هداف لكن قصة البالون دور قصة تانية وطموح ومشروع ورسمي لأيه لعب كرة في أي مكان في العالم بصرف النظر عن كواليسه وأنا يمكن غطيت مهرجانات أنا بكلمكم مش على مستوى مصر والوطن العربي لكن غطيت مهرجانات كبيرة جدا عالميا يمكن مش مجال الرياضة لكن شاركت وعارف موضوع الجوائز ده في كواليسه بيبقى فيه حسابات كتير جدا حسابات سياسية حسابات بيزنس توازنات فالقرار ما بيبقاش موضوعي بنسبة 100% وإحنا شفنا ده حتى في جائزة البالون دور وجائزة دابست اللي بتعملها الفيفا في السنة الأخيرة لكن على كل أحوال أهم من جوم العالم نهاردة حضرة في الترشيحات لجائزة الأفضل سواء كأفضل لاعب أو كأفضل حاليس مرمى أو كأفضل لاعب شاب وتعالوا نشوف الترشيحات والأسماء المرشحة لجائزة البالون دور تيبو كورتوها رغم منه طبعا حارس مرمى لكن مرشح كمان لجائزة أفضل أفضل لاعب في العالم رافاليا وطبعا نجم الأيسي ميلان كريستوفر نكونكو جوشوا كيمتش ونجمنا المصري طبعا إيجيبشن كينج محمد صلح معاهم ترينت أليكزاندر أرنلد معاهم روبرت ليفندفسكي معاهم برناردو سيلفا معاهم لويس دياز ومعاهم فينيسيس جونيور تستمر القيمة مع وجود الفرنسي المتقلق كريم بنزيمة والمرشح الأبرز في القيمة رياض محرز نجم الجزائر والسيتي حاضر فابينيو نجم البرازيل وليفر حاضر سون نجم تاتنهام وكوريا حاضر وكازيميرو طبعا نجم السامبا ومانشستال يونيتد الحالي حاضر في قيمة المرشحين معاهم فيل فودن معاهم هاري كين معاهم ساديو ماني معاهم داروين نونيز المنطقة الحديثة طبعا لليفر ومعاهم مايك مايجنن في الأسماء المرشحة ما زلنا مع جائزة كل أسماء دي مرشحة لجائزة البالوندور وتستمر القيمة بوجود طبعا أبرز نجوم بلجيكا والسيتي كيفن دي بروينا ومعاهم سباستين هالر نجم كوردي فور والمنطقة الحديثة لبروسيا دورتموند لكن طبعا ما شاركش وأعتقد حظوظه هتبقى ضعيفة جدا لوكا مودريتش نجم الريال أنتونيو روديجر نجم المنتخب ألمانيا والريال طبعا الساندي وكيسيانو رونالدو طبعا الدون سي أر سابن بتضم القيمة أيضا جواو كانسيلو وكيليا نمبابي وإرلنج هولند وفيرجيل فندايك ودوسان فلاهوفيتش نجم طبعا اليوفي الحالي نروح بعد كده لترافي كوبا ودي قيمة الأسماء لأفضل لعب شاب أو أفضل لعب صاعد والقيمة بتضم الحقيقة عدد من اللاعبين المميزين جدا وانتظروا الحقيقة الأسماء دي عشان تكون نجوم الكرة العالمية فيه خلال سنوات قليلة جدا طبعا كريم العظيمي مع جود بالينجهام معهم إدواردو كامافينجا جافي وراين الحقيقة يمكن يعني بشوف أنه كامافينجا تحديدا وجود بالينجهام وجمال موسيالة طبعا تلاتة من أبرز الأسماء المرشحة بقوة للمنافسة على اللقب معهم نونو مندز ومعهم جوشكو جافرديول ومعهم بوكايو ساكا ومعهم فلوريان نروح لجائزة تانية وهي جائزة أفضل حارس مرمى اللي بتحمل طبعا اسم عملاق حرص المرمى التاريخي ياشين وفيها طبعا المغربي الدولي ياسين بونو مع عليسن بيكر حارس مرمى الليفر وبرازيل معهم تيبو كورتوى حارس منتخب الجيكا والريال وإدرسن البرازيلي وحارس مرمى المان سيتي ومايك مايجنن وأعتقد أن كورتوى بعد الأداء الأسطوري والتاريخي من وجهة نظر يعني هو المرشح الأوفر حظا في جائزة الأفضل على مستوى حراسة المرمى مانويل ناير يبقى الحقيقة اسم كبير جدا لكن يمكن غيابه الفترات طويلة عدم قدرة البان على تحقيق لقب أوروبي تراجع مستوى المنتخب الألماني يضعف إلى حد كبير جدا من حظوظ مانويل ناير على الحصول على اللقب معهم طبعا إدوارد مندي حارس مرمى ومتخب السنغال والشنسي اللي كان يمكن حفاظ بجيزة دابست معهم يانق بلاك العملاق طبعا حارس مرمى أتلاتكو مدريد هوجو لوريس حارس مرمى ومتخب فرنسا وطوتنهام ومعهم كيفين تراب اللي بيحرس مرمى أعتقد فرانكفورت فرانكفورت أو شتوتجرد حاجة في الدولي الألماني وتبقى فرانكفورت فرانكفورت بالزبط كده دول أسماء الحراس اللي بتنافس على جايزة ياشين كأفضل حارس مرمى في الموسم الحالي نتمنى التوفيق طبعا لابو صلاح يعني كنت أتمنى جدا جدا أنه الليفر ينجح في تحقيق بطولة كنت هتفرق جدا مع صلاح وخصوصا أنه كان قريب قوي من تحقيق لقب الشامبينز ليج وكان الأحق والأقدر الحقيقة من الريال كان ممكن جدا لقب البريمير ليج كان ممكن جدا تأهل مصر لكاس العالم أو فوز مصر بطولة أفريقيا يساعد محمد صلاح لأنه يستحقهم قدم واحد من أفضل أفضل المواسم صلاح التطور جدا وليشوف بدايات محمد صلاح مش هقولك بقى مع بازل ومع تشلسي ومع يعني المشوار التويلد هقولك بس بدايات صلاح مع ليفر بول يعني من أربع خمس مواسم ويشوف صلاح النهاردة يلاقي فارق كبير جدا شتان ما بين البدايات وبين المستوى اللي وصل ليه صلاح والتطور القوة اللياقة المهارة اللي التوارد بشكل كبير جدا عن صلاحه بالتأكيد طبعا العقلية كان ممكن تساعده جدا لكن نتمنى له التوفيق وظهوره في القائمة دي في حد ذاته أعتقد شرف كبير جدا لمحمد صلاح اللي بدت عليه ملامح الغضب خلينا نعلن لحضراتكم الأسماء اللي تم إعلان نتيجتها ومراكزها في القائمة القائمة الأسماء المرشحين لاستعرضناها مع حضراتكم لغاية اللحظة اللي بنكلمكم فيها حاليا هاري كان نجم تاطنهم ونجم منتخب إنجلترا جي في المركز الواحد وعشرين في جائزة البالوندور ده رابع ترشيح لهاري كان عشان يخش جائزة أو مسبقة البالوندور نجم ليفر ترينت أليكزاندر أرنول بيجي في المركز الاثنين وعشرين في الفاضن بيجي برضو مع ترينت أليكزاندر أرنول في نفس المركز في المركز الاثنين وعشرين وأعتقد أنه في الفاضن الحقيقة بعد مشواره الرائع والموسم الأخير كان يستحق أنه هو يكون موجود في ترتيب أفضل من كده بيجي طبعا برناردو سيلفا واحد من أفضل اللعبين المهاريين في العالم في الوقت الحالي اللعيبة لتحب أنك تتفرج عليها في المركز الاثنين وعشرين بعد كده بيجي جوشوا كيمتش طبعا نجم المتخب الألماني والبايرن في المركز خمسة وعشرين مايك مايجنين بيجي في المركز الخمسة وعشرين في نفس مركز كيمتش أنتونيو روديجر الدولي الألماني بيجي في المركز الخمسة وعشرين جواو كانسيلو نجم المل سيتي طبعا في واحد من أفضل اللعبين باك Shenmiel يلعب باك يمين يلعب واحد من أفضل الأصدر الموجودة في العالم في الوقت الحالي جواو كانسيلو بيجي في المركز الخمسة وعشرين كريستوفر نكونكو بيجي في المركز الخمسة وعشرين طبعا بيلعب في فريق لعبزك وداروين نوناز صفقة بانفكا والمنتقل من بانفكا ليفربول بيجي معهم كمان في المركز الخمسة وعشرين دول المراكز أو الترتيب من 21 لغاية 30 بس طبعا عشان في بعض المراكز المشتركة